تجربة جديدة للمدرب الوطني في الأسبوع الماضي كنا مع تجربة الكابتن إبراهيم حلمي في البحرين مع الرفاع الشرقي اليوم نذهب ونتحدث عن تجربة جديدة تتمثل في الكابتن جمال محمود هناك في الكويت حيث باشر المدرب الوطني جمال محمود تدريباته مع فريق النصر الكويتي في تجربة جديدة للمدرب الوطني وكذلك للكابتن جمال محمود الذي كان سباقا للتجربة الخارجية عندما درب المنتخب الفلسطيني وقاده إلى إنجازات عديدة في ذلك الوقت تجربة جديدة للمدرب الوطني الكابتن جمال محمود مع نادي النصر الكويتي ونتذكر كذلك في هذا الصدد عندما نتحدث عن دورية الخارجية هي تجربة ثانية كان عبدالله أبو زمع هناك في الكويت تجربة جديدة للمدرب الوطني أيضا هي تجربة رائعة للكابتن جمال محمود الذي نتمنى له أكيد كل التوفيق وهي أيضا كمان تنعكس بالإجابة على المدرب الأردني يعني جمال محمود إن شاء الله بيحقق ما هو مطلوب منه فبالتالي رح يفتح الطريق لعديد من المدربين الأردنيين بأن يكونوا موجودين في الدورية الكويت أو حتى الدوريات الخارجية فنجاح أي مدرب هو نجاح لكل المدربين الأردنيين فبالتالي نتمنى كل النجاح وكل التوفيق للكابتن جمال محمود وجهازه التدريبي مع فريق النصر الكويتي مثل هذه التجربة وخاصة إنها تجربة متجددة للمدرب الوطني تعطي دلالة كبيرة بأن النظرة أصبحت نحو المدرب الوطني لأن المدرب الوطني زي ما حكيت لك مدرب يحفر بالصخر مدرب مجتهد مدرب يبحث عن الفرصة متعطس للتدريب متعطس للإنجازات متعطس لإثبات موجودته من خلال الدوريات اللي بذهب إليها فبالتالي العشق للتدريب والعشق لكرة القدم هذا والروح العالية لدى المدرب الأردني إضافة إلى العلم والمعرفة في الجوانب النظرية والعملية هذا كله ينعكس بالإجابة فبالتالي عندما يحقق المدرب الأردني النجاحات هذا يعطيك دلالات بأن المدرب الأردني متعطس للتدريب ومتعطس للنجاح من خلال الإبداع والابتكار والجهد الكبير الذي يقدمه العديد من المدربين الأردنيين سواء في الدوري الكويتي أو في الدوريات في المملكة العربية السعودية أو في البحرين أو في فلسطين فهذا حقيقة نفتخر فيه ونبارك لهم في هذا الإنجازات إن شاء الله القادمة إن شاء الله